موسيقى أهلا بكم مشاهدي الكرام هذه حلقة جديدة من منشت ها أتابع مع حضراتكم فيها أهم ما تناولته الصحافة العالمية وبعدها العربية أبدأ بالصحافة العالمية حيث ننحظ تراجع الاهتمام بتناول القضايا العربية وشرق أوسطية على غير ما كان معتادا خلال الأسابيع الماضية لكن أصداء قرارات ترامب بحضر دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة المتحدة ما تزال تتصدر معظم الصحف العالمية ومنها واشنطن بوست تقول المحكمة الفيدرالية في هواي تجمد قرار حضر السفر الجديد لترامب حيث أصدر قاضي فيدرالي في هواي حكما بتعليق تطبيق مرسوم الهجرة الجديدة الذي أصدره رئيس دونالد ترامب ويمنع فيه مؤقتا مواطنين ست دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة وهو ما اعتبرته الصحيفة حلقة جديدة من المشكلات بين ترامب وبين القضاء على أن يتم تطبيقه على مستوى الولايات المتحدة بأسرها وقبيل ساعات قلائلة من موعد دخول للمرسوم الجديد حيث التنفيذ أذهب معكم مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر حيث الاندبندنت تقول الاندبندنت البريطانية تقول للبيت الأبيض نستأنف حكم تعليق مرسوم الهجرة تعتزم إدارة دونالد ترامب الطعن على حكم المحكمة العليا الذي يلغي قراراً اتخذ ترامب بمنع دخول ست دول مسلمة هي إيران وسوريا وليمن والصومال وسودان وسوريا للولايات المتحدة المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي قال إن حكم المحكمة معيب وأضاف أن الإدارة ستستأنف الحكم في المستقبل القريب دون تحديد موعد الاستئناف مشدداً على أن القوانين واضح نفس الموضوع الحقيقة وهو نفس الموضوع أيضاً الذي تناولته الصحيفة التالية واضح أنه دونالد ترامب ما يزال مثيراً أو قراراته ما تزال مثيرة للجدل على رغم من دخول يعني وجوده في البيت الأبيض لمدة شهرين الآن وربما يعني خلاص أصبحنا على وشك أن ندخل في الشهر الثالث لكن يزال كل ما يقول تقريباً مثير للجدل داخل الولايات المتحدة وبرة الجارديان البريطانية برضو تقول حظر ترامب الجديد كيف حدث وما التالي الصحيفة بتقول إن في قضيين في محكمتين أمريكيتين أو قفاء القرار تنفيذي لترامب في مشكل عقبة جديدة في طريقة الإدارة الحالية لأن القرار كان بمثابة الجيل الثاني من قرارات الحظر الترامبية التي تفشل في دخول حيز التنفيذ منذ تولي الإدارة الجديدة مطلع العام الجاري وأن الإدارة قامت بمراجعة الأحكام القضائية التي منع تنفيذ الجيل الأول في ولايات عدة وقامت بتعديلات في النصوص ليصدر الجيل الثاني لكنه تعرض للمنع كذلك ولو كان المنع مؤقتاً حتى مناقشة الموضوع بشكل أعمق والوصول إلى حكم نهائي لكن في النهاية فإن محكمتين وجدتا أن القرار يشكل انتهاكاً للدستور الأمريكي وصحيفة وضحت الخطوة تلي هي أقدام الإدارة على الاستئناف ضد الحكمين الصدرين من هواي وميريلاند طيب أروح مشاهدين معاكم لCNBC التي تقول ترامب ما كنت لأكون رئيساً لو لا تويتر هذه المرة الحقيقة أو هذا الأمر بيلقي ضوء قد يعد إيجابياً على تصرحات ترامب يعني الكثير غيرها كان مثير للجدل زي ما قلت لحضراتكم والحقيقة دونالد ترامب دفع عن استخدامه المنتظم لتويتر رغم الجدل معتبراً أنا ذلك يسمح له بتوجه مباشرة إلى الأمريكيين دون الاستعانة بالإعلام الأمريكي غير النزيه بحسب وصف ترامب بالمناسبة وقال ترامب لو لا تويتر لما كنت هنا على ما أظن وأضاف أنني أتعرض إلى حد كبير لتغطية أعلمية غير نزيهة مشيراً إلى محطات CNN وNBC وCBSY وBC وتابعها عندما أقول أموراً لا تغطيها الصحافة بالشكل الصحيح تويتر وسيلاً ممتازة بالنسبة لي لأنني قادر على تمرير رسالتي وقال إن معظم وسائل أعلم غير نزيهة عندما يكون هناك حوالي 100 مليون شخص يتابعونني على تويتر وكذلك فيسبوك وإنستجرام فلدي وسيلة إعلام خاصة وأوضح أنه لم يتعرض أحد في تاريخ لتغطية أعلمية غير نزيهة كما هو الحال بنسبة له ترامب أيضاً دائماً مثير للجدل حتى وإن كانت تصريح إيجابي لكن حتى الإيجابيات تثير الجدل الحقيقة أنه الجزء الآخر الذي سوف أتناوله مشاهدي الكرام مع حضراتكم عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضاً المثير للجدل وتصريحاته المثيرة للجدل لكن هذا جدل وسخط عالمي كذلك سخط عالمي فرانس فان كاتر تقول أردوغان يصاعد هجومه على أوروبا ويندد بحملة صليبية ضد الإسلام تابع رئيس تركي رجب طيب أردوغان هجومه على أوروبا وتهم قضاء الاتحاد الأوروبي بإطلاق حملة صليبية ضد الإسلام عبر إصدار قرار يجيز للمؤسسات حظر ارتداء الحجاب في مكان العمل كما ندد أردوغان مجدداً بذهنية فاشية تسود شوارع أوروبا حيث حظرت دول عدة تجمعات لمناصريه في إطار الحملة للاستفتاء حول توسيع صلاحياته وقال أردوغان في كلمة محكمة الاتحاد الأوروبي محكمة العدل الأوروبية يا إخواني بدأت حملة صليبية ضد الهلال المسلم وقال أين هي الحرية الدينية وأضاف إنه عار على قيمكم عار على قانونيكم وعدلاتكم وتابع إن أوروبا تعود بسرعة إلى أيام قبل الحرب العالمية الثانية حقيقة كلام عجيب أن يقال في القارن الحادي والعشرين من رئيس دولة مهمة تركيا دولة إقليمية ودولية مهمة لكن أردوغان يبدو يعني في كل خطواته مثير للجدل وللاستياء يعادي حتى أقرب حلفائه حتى أقرب حلفائه على وشك أن يخسرهم الحليف الأوروبي خلاص بقى مسألة أن تدخل تركيا الاتحاد الأوروبي هو خلاص بعد محاول التمرد الفاشلة اللي حصلت وما فعله بعد ذلك خلاص فقد الأمل وبالتالي أصبحت الأمور يعني غير مهمة بالنسباله فأخذ يدلي بالتصرحات التي لم يكن يدلي بها من ذي قبل مثير للجدل بشكل كبير الجارديون كتبت تقوله أولند وميركل تصرحات أردوغان حول نازية غير مقبولة اعتبر رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تحدث عن الذهنية النازية في ألمانيا وهولندا بأنها غير مقبولة وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية وأفاد البيان الصادر في عقابي محادثة هاتفية بين أولاند وميركل أن رئيس الجمهورية والمستشارة يعتبران المقارنات مع نازية وتصريحات المعادية لألمانيا أو دول أخرى بأنها غير مقبولة وشداد أولاند على تضامن فرنسا مع ألمانيا ومع دول أخرى أعضاء في الاتحاد تستهدفها مثل هذه الهجمات وبحسب الإليزيفة أن الرئيس الفرنسية والمستشارة الألمانية بحثا كذلك مع احتمال مشاركة مسؤولين سياسيين أتراك في فعليات في فرنسا وألمانيا في إطار الاستفتاء المرتقب في تركيا في إبريل الحقيقة يعني هذا رد الفعل الأوروبي الطبيعي على تصريحات مثل هذه الزمن النازية ذهب ويعني ربما يكون هناك شيء وراء السطور بين السطور خلف الجدور خلف هذه التصريحات يعني ليست التصريحات تنوم بكل ما يراد أن يقال لكن بما يراد ربما أن يصعد أن يفعل في المستقبل ربما تقرأ على هذا المحمل أكثر وليس يعني من هذه النحية البسيطة والواضحة فحسب الاندبندنت تقول تركيا والحرب المقدسة هذا هو العنوان الصحيفة أشارت إلى تصريحات صدرت عن وزيري الخارجية التركي ومولود جاويش أغلو قال فيها إن هناك حربا مقدسة ستندلع في أوروبا قريبا رغم خسارة السياسي اليميني خيرة ذيلدر لانتخابات العامة في هولندا والتي جرت الخميسة الماضي وتضيف الصحيفة أن الوزير التركي أعرب عن عدم ترحيبه بنتائج الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء الحالي مارك روتا زعيم حزب الشعب ممثل يمين الوسط والذي تصدر نتائج الانتخابات وهي حزب الحرية المناهض للهجرة بزعمة فيلدر وتنقل الاندبندنت تصرحة قالها جاويش أغلو لجريدة حربيتة التركية أكد فيها أنه لا فرق بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وفيلدر الفاشي واستطرد الوزير أين تأخذون أوروبا وإلى أين تتجهون إنكم تهدمونها وتجورونها إلى الأعماق وهناك حرب مقدسة ستندلع قريبا في أوروبا كلام عجيب من وزير ربما أيضا يحمل نفس الصفة عجيب هو الآخر سياسة تركية ليس شخص الوزير سياسة تركية عجيبة الحقيقة إلى جنوب السودان حيث نتابع اتهمات الحكومة بأنها مسؤولة عن المجاعة هناك والخبر من وكالة رويترز تقرير دولي يقول حكومة جنوب السودان مسؤولة عن المجاعة وما تزال تشتري أسلحة أظهر تقرير سري للأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان هي المسؤول الرئيس عن المجاعة في أجزاء من البلاد وأن الرئيس سالفاكار ما زال يعزز قواته مستخدم مئات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط وقال مراقبو العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة إن 97% من إيرادات جنوب السودان المعروفة تأتي من مبيعات النفط التي أصبح جانب كبير منها الآن من عقود النفط الأجلة وإن نصف الميزانية في الأقل يخصص للأمن وقالت لجنة مراقبي الأمم المتحدة في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أمس إن إجمالي إيرادات عقود النفط الأجلة يبلغ نحو 243 مليون دولار بين أواخر مارس وأواخر أكتوبر 2016 وأضافت إنه على رغم من حجم ونطاق الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية فما تزال اللجنة ترصد أدلة على استمرار شراء الحكومة أسلحة من أجل الجيش الشعبي لتحرير سودان وجهاز الأمن الوطني وقوات وفصائل مرتبطة بها وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في أجزاء من أحدث دولة في العالم حيث واجهوا نحو نصف سكانها البلغ عددهم خمسة ونصف مليون نسمة نقصا في الغذاء اندلعت حرب أهلية عام 2013 حينما أقال كير وهو من قبيلة الدونكا نائبه رياك مشار المنتمي لقبيلة أنوير الذي فر من البلاد ويقيم حاليا في جنوب إفريقيا أما أنا للقارة الإفريقية أن تستقر السؤال يطرح نفسه سواء في داخل هذه الدول أو على المستوى الدولي والتقارير الدولية التي تصدر أما أنا لهذه الشعوب أن ترغب بقى في الحياة أن تعيش ولا يعني لا تزل قارة عني مشكلات كثيرة الحقيقة آخر تطوراتنا مشاهدين الكرام في القضية الفلسطينية من وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس إسرائيل تعلن أن الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية والسلطة تندد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي وأفاجدر لبرمان أمس أن الدولة العبرية قررت اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني من الآن فصاعدا منظمة إرهابية في خطوة سرعة الرئاسة الفلسطينية للتنديد بها وقال لبرمان في بيان إن الصندوق الذي يتبع منظمة تحرير الفلسطينية ومقره عمان يمارس أنشطة دعم لعناصر مسؤولة عن أعمال إرهابية ضد إسرائيل وأضاف أن صندوق يقدم المال لأسر فلسطينيين وأسر فلسطينية قتل بعض أبنائها أثناء تنفيذ أعمال إرهابية تبعا بحسب الوصف الصهيوني تبع لبرمان إن إسرائيل ستتخذ الإجراءات الضرورية في الداخل والخارج لحجز ومصادرة أعملاك العائدة إلى الصندوق أول موجهة إليه وتعتقل إسرائيل نحو سبعة ألاف فلسطيني بحسب مجموعات حقوقية فلسطينية وسرعة الرئاسة الفلسطينية إلى التنديد بالقرار الإسرائيلي يعني الحقيقة هذه التصريحات من الوزير الإسرائيلي يعني سوف تثير أسئلة على الجانب الآخر إذا كان هذا الصندوق منظمة إرهابية فما بال أجزاء من الموزنة الإسرائيلية نفسها الدولة موزنة الدولة ألا تعد أيضا إرهابية يعني إذا اعتبرنا أن حق المقاومة أو غرها أو مساعدة الأسر أو الأسرة نوعا من الإرهاب ألا تعتقدون أن ممارسة الإرهاب نفسه والتمويل لديه ألا تعتقدون أن هناك داخل الدولة الإسرائيلية نفسه كيانات إرهابية حكومية إن لم يكن الكيان كله يعني سؤال لابد أن يطرح في مقابل هذا التصريح الانتخابات الفرنسية واتهامات أحد المرشحين بالفساد تتصدر أغلب عنوين الصحف العالمية نتابع آخر مستجداتها من وكالة سبوتنيكا الروسية 75% من الناخبين الفرنسيين يرغبون في انسحاب فيان من انتخابات الرئاسة أظهر استطلاع للرأي اليوم أن 75% من الناخبين يرغبون في أن يعلن المرشح المحافظ فرنسوا فيان لانسحاب من السباق الرئاسي الاستطلاع الذي أجرته إذاعة فرنس انفو عبر الإنترنت عن المرشح الرئاسي فيان وزوجته بنيلوف فيان يخضعان للتحقيق رسميا في تهم اختلاص حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى مدى الضرر الذي تعرضت له صورة فيان بعد سلسلة فضائح مالية الاستطلاع أظهر أن 9 ناخبين من أصل 10 تقريبا يعتقدون أن فيان ليس صادقا وأن 75% من الناخبين يرون أن تبريراته ليست مقنعة وأنه متورط فعليا في قضايا الفساد وجهت تهمات لرئيس الوزراء الفرنسي السابق خلال تحقيقات رسمية باستخدام الأموال العامة في منح زوجاته مئات من الألاف من اليوروب وظائف وهمية لم تكن تعمل بها علاوة على التهم بتلقي هدايا فخرة من دون وجه حق يعني أعتقد أنه اليمين الفرنسي عليه أن يعيد النظر والتفكير مرة أخرى كي يكون له نصيب في الانتخابات نزل في فرنسا لكن نقرأ من وكالة فرنس بريس ثمانية جرحة في إطلاق نار بمدرسة في جراس جنوب شرق فرنسا أصيب ثمانية أشخاص بجراح في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في جراس جنوب شرق فرنسا حيث تم توقيف طالب بحوزته أسلحة في إطار التحقيق الذي لا يرجح فرضية العمل الإرهابي فيه قالت وزيرة التربية والتعليم نجاة فالو بالقاسم إن مطلق النار في مدرسة ثانوية في نيس الواقعة جنوب شرق البلاد هو يعاني من الطرابات نفسية وملع بالأسلحة مستبعدة بذلك أي تعلاقة للواقعة بالإرهاب وأدى إطلاق النار إلى إعلان السلطات التحذير من اعتداء في إحدى المدارس الثانوية ظهر على شاشات الهواتف الذكية المزودة بالخدمة وكذلك تدخل جار لقوات حفظ النظام والإنقاذ مشاهدين الكرام المزيد ما يزال لدينا في منشت ولكن بعد فاصل قصير أعود لمحاولة التحليل والقراءة والاستعراض في صحفنا العربية لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم مرة أخرى ولكن سوف أتوجه الآن إلى عدد آخر من الأخبار قبل أن أشرع في البدء بأخبارنا العربية أذهب فقط لمطلعة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة إقرار قانون الخمسين وذلك من وكالة رويترز الملكة إليزابيث توفق رسميا على تشريع خروج من الاتحاد الأوروبي وفقت إليزابيث ملكة بريطانيا على قانون يجيز لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي تفعيل أليات خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وفق ما أعلن رئيس مجلس الأموم جون باك وتوقيع الملكة الذي يعتبر إجراءا شكليا بعد موافقة البرلمان على تفعيل ألية بريكست يعني إطلاق يد تريزا مي في أن تقوم في أي وقت بتفعيل ألية الخروج من الاتحاد الأوروبي وهي خطوة تسبق سنتين من المفاوضات أذهب معكم مشاهدي الكرام إلى موضوع آخر وإلى جريدة تليجراف حيث تريزا مي تقول إن الوقت غير مناسب الآن لاستفتاء سكتلندي على الاستقلال أبلغت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي الحكومة السكتلندية بأن الوقت ليس مناسبا الآن لإجراء استفتاء ثاني على الاستقلال قائلة إنه سيكون من الظلم أن يطلب من الناس التصويت من دون معرفة نتيجة محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي حين لم تصل مي إلى حد القول إن حكومتها ستعرقل استفتاء ثانيا على الاستقلال فكان وزيرها لشؤون سكتلندا ديفيد ماندل أكثر صراحة حيث استبعد أي نقاش حول إجراء استفتاء في الوقت الحالي ما أثار على الفور غضب اسكتلندا ويدعو القوميون الاسكتلنديون إلى استفتاء جديد ويتهمون مي بتجاهل مطالبهم خلال استعدادتها لمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي أذهب معكم الآن مشاهدي الكرام إلى ما طلعتنا به صحفنا العربية وأبدأ من الشرق الأوسط مشاهدينا الكرام لبنان غضب شعبي من زيادة الضرائب ودعوات لمحاربة الفساد تحول مطلب سلسلة الرتب والرواتب في لبنان من نعمة كان ينشدها موظفو القطاع العام إلى نقمة تطال والطبقتين الفقيرة والمتوسطة بمن فيهم الموظفون كذلك بسبب الضرائب الجديدة التي فرضتها دولة لتأمين الإيرادات الكمالية لهذه السلسلة المقدرة بـ 800 مليون دولار أمريكي وأذهب معكم مشاهدينا الكرام إلى المستقبل اللبنانية التي تقول رأي المستقبل التي جاءت تحت عنوان رأي المستقبل افتتاحية الصحيفة تناقش من سوء حظ سلسلة الرتب والرواتب أن نقاش في شأنها يجري في عام انتخابي حيث المزايدات تطفح على السطح من دون أن تكون على علاقة بالإرادة الصادقة لإصال الزيادات إلى مستحقها بعد نحو عقدين من المطالبة بها والمزايدة التي تعني في بعض نواحيها رفض التوازن الملي أو الدعوة إلى الاقتراض من أجل تمويل السلسلة تعني علميا وعمليا تقديم الزيادة في يد وسحبها في اليد الأخرى وزي ما حضرتك شايفين على شاشة المظاهرات واللافتة تقول أنا بس رح أدفع ضريبة السفر لأني رايح ومش راجع باللبنان يعني خلاص هما يعترضون لأقصى درجات لا ترادل ساد جهاد الخازن مقاله يقول معلقا على تصرحات رئيس تركي رجب طيب إردوغان والتي يتهم في ألمانيا وهولندا بممارسة نازية على صفحات الحياة لأنوان يقول عيون وأذان إردوغان يتهم الآخرين بما فيه يكتب الخازن حول تصرحات إردوغان التي تهم فيها ألمانيا وهولندا بممارسة نازية وكل منهما بلد ديمقراطي جدا بل إنه حمل جنود السلام الهولنديين العاملين مع الأمم المتحدة في سيربنيتسا وهي في شرق البصنة المسؤولية عن مقتل ثمانية ألاف مسلم في مجزرة عام خمسة وتسعين حتما الهولنديون أبرياء من المجزرة وإردوغان يتكلم كأحد النازيين الجدد وينقل التهمة من نفسه إلى الآخرين الكلام أهون من أفعال إردوغان فهو بعد محاورة الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي اعتقل خمسة واربعين ألف عسكري وشرطي وقاضي وأستاذ جامعي وسياسي وصحفي وأوقف مائة وثلاثين ألف موظف حكومي عن العمل أذهب معكم إلى وكالة صفا الفلسطينية التي تحدثت عن الأزمة أو الملف الفلسطيني الاحتلال يعتقل محررا ويصدر سيارته جنوب الخليل اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال فجر اليوم أسيرا محررا بعد اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل في جنوب الضفة الغربية وصدرت سيارته الخاصة وذكرت مصادر محلية لوكالة صفا أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال أعتقلت الأسير المحرر يوسف عبد العزيز قزاز البالغ من العمر خمسة واربعين عاما بعد اقتحام منزله في منطقة عرقان عوض بالمدينة وحسب مصادر فقد أجرت قوة الاحتلال عملية تفتيش واسعة داخل المنزل استمرت لساعات عدة وكالة وفا الفلسطينية كتبت عريقات اسرائيل تعلن القضاء على الوجود الفلسطيني عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سأب عريقات اليوم عن رفضه القاطع لقرار حكومة الاحتلال اعتبر صندوق القومي الفلسطيني تابع لمنظمة التحرير منظمة إرهابية معتبرا أن اسرائيل أعلنت رسميا القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال القضاء على ممثل شرعي والوحيد ومؤسساته إلى الملف اليمني مشاهدين الكرام سريعا في نهاية هذه الحلقة الشرق الأوسط تقول وثائقيات تكشف تجنيد الحوثيين أطفالا عرضت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فيلما وثائقيا حول مآسي تجنيد الحوثيين الأطفال في القتال وكيفية استغلال جماعة الحوثي للأوضاع المالية الصعبة لإغراء الأطفال بالمال للتجنيد في صحات القتال وطبعا أمر غير أخلاقي في كل مناطق الحرب حرب غير شريفة دائما في معظم أماكن الحياة في أمان الله شكرا لكم